طيب سيدة الواق محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السوق حاضرتك شفت علاء مبارك وجمال مبارك؟ لا ولا مرة ولا مرة شفتهم في التلفزيون بس يا مزمانة ولا احمد عز ولا احمد عز ولا رحت انا رحت السجن في يوم العاف لكن ما فيش حكم ان انا روح اشوف دولي او اقعد اقول دولي كذا ودولي كذا وعايزين حاجة مش لانا عندي زباطي وعند ناس بينزلوا ايه رأي حضرتك في الاقاويل اللي بتتقال انه احمد عز بيجيله السموم في مية مش عارف منين والاكل منين والعلاء مبارك وجمال مبارك معرفش بيعملوا ايه وفتكيف ايه يعني رأي حضرتك ايه شوف اولا حضرتك حاجة انا اولا بالنسبة للسجون وتعاملهم مع رموز النظام اولا رموز النظام بيتعاملوا عشان بدء زي بدء كده بيتعاملوا كأي مسجون عادي المحبوس احتياطي محبوس واللي اتحكم عليه اتحكم فالمحبوس الاحتياطي له نظام له نظام ان يجيلوا الاكل من بيته قانونا واحنا نقدر نعمل حاجة تمام تخالف القانون تمام اولا احنا عندنا رجال الصحافة ايه قاعدين قدام السجن ده بالذات ايه كاميرات مسلطة عظيم ثانيا ان احنا ضمرنا لا يسمح ان احنا نخالف القانون عظيم لان ما فيش حد له جميل على الواحد الحمد لله الواحد بيحمد رباني فاول ما انا مسكت تقلت هذا المنصب نعم انا توجهت للسيد الوزير اشكره على ثقته وقلت له سيادتك لك اي سيادتك اي توجيه هو هو يعني يعني بصراحة انا معجب بشخصية على هدوءه وقال لي يا محمد لا استثناءات حتى على حبيب العدد انا بقول لحبيب العددك الكلمة الالهالي لقال لي حبيب ولقال لي علاء ولقال لي جمال قال لي لا استثناءات في السجون هذا الموضوع وهذه الكلمة شرحت صدري لان انا كنت جاي وحامل هم ان انا هتعامل في هذا الموضوع وفي هذا الملف بما يخالف ضميري لان انا يعني طول حياة الواحدة الحمد لله اشتغلت في مجالات كتيرة لا يمكن اخالف ضميري لان انا اعرف تماما ان انا هترك هذه الوظيفة سأقن عاجلا او اجلا ولن احد يحاسبني على شيء الا الله سبحانه وتعالى اخاف من حسابه فقط ولا اخاف من حسابه اخر تمام فكانت النتيجة ان انا اديت التعليمات لكافة القيادات ان ما فيش استثناءات على الجميع وهذا الامر كان مطبق عملت ما جيت عملت حركة التنقلات حطيت في هذا السجن بالذات اكفئ القيادات واللي هو برضو يخاف على نفسه وعلى مستقباله وان ما يهموشي فلان او قلان او تركان وبعدين فيه ناس يقولك انت مش تغلتش تحت قيادة حبيب بالعدل اقوله ما اشتغل خاصة ان احنا شفنا بعد المحاكمات ايما كانت بتتزاعي ابتسامة وسلام المعاملة الانسانية تختلف عن تنفيذ القانون تنفيذ القانون بيطبق انما اهلا يا فلان تابو مال ايه اللي فيه هو انا هقابله ولطوش بالبلغ هو ان انا اعمله معاملة غير كريمة ده لأي مسجون ده الواحد بيشوف المسجون ده الشخص المسجون عبارة عن امانة لدى قطاع السجون يطلعه ومهمته تأهيله لقعادته للمجتمع واصلاحه في حالة انحراف والدولة بتدي مصلحة السجون في هذا النطاق حاجات كتيرة جدا يعني سواء عنات مالية للمساجين او اهليتهم او انه احنا بنأهلهم وبينشغلهم وبياخدوا في الاربع سيد اللي هو انت بتقولي انه كل الاشعاعات اللي كانت بتطلع على جمال ومباق وعلا وآحمد عز وحبيب العد كلها اشعاعات خطئة خطئة يعني اقول لحظك حاجة طب ما احنا عندنا جات حوق الانسان وزاره وجمه ايش مرة واحدة مرتين ومسجل اراءهم في الدفاتر عندنا نعم هو الكل اللي فيها هما كان فيه ناس عايزة تشوف علاء وجمال وتشوف احمد عز وتشوف الناس زي عندنا فيه قانون للسجون وفي اللايحة ان عشان واحد يزور مسجون لابد موافقة المسجون افرد واحد مش عايز المسجون مش عايز يقابل حد اه خلاص ما يقابلوش احنا مش هنقب ولكن من حق المسجون الاحتياطي قانونا انه يجيب الاكل من يأكل من برة اه ويلبس من برة اه اكله بقى من اي حتة ده مش مش موضوعا لا لا بس من حق انه هو يجيله الاكل من برة يجيله اكل يوميا يوميا اه في على حاجة اسمها كده الطبلية الاحتياطي ده حضرتك لغاية امتى لحد ما يزر الحكم عليه اما غير كده يأكل بقى من وممكن يطل بقى اكل من بار اه ويجيله ليه لانه هو فوقات الاحتياطي بقى لم يسبت نعم يقينا ادنته عظيم مادما ثبت يقينا ادنته بتطبق عليه بقية الحاجات التانية انه هو بيأكل اكل السجن قوانين المسجون بقى العاج اه يأكل اكل السجن فيه بوفي في السجن وفيه مقاصف في السجن ليه لانه ده عالم تاني فالبوفي والمقاصف ده هو له امنات وبياخد بنات بالفلوس يشتري من البوفي زي ما عايز بس اكيد البوفي ليه في السجن مفهوش سماو في مال فيه كل انا اقول لحاديك حاجة فيه كل الامور اللي احنا بنقدر نوفرها للمسجون اه انا مش هحرم مسجون من اكل برا ما كفاء انه هو محبوس بن اربع جدران وبعيد عن اهليته وبيطبق عليه قانون وبيطبق عليها اقوبة وبعدين هيطلع بعد كده للمجتمع بيشار اليه بالبنان ان الراجل دي كان في السجن في كازر يعني تلوس من اولها لخيرها وربنا يكرموا بقى طيب سيادة اللواء حاجة تانية يمكن تساؤل كبير جدا بيحصل في الموضوع ده وهو علاقة اعدام الكموني باحداث ماس بيرو واحداث الاقباط وطبعا المأساة اللي حصلت عن ماس بيرو باي حضرتك ايه ده اقول لحضرتك حاجة بالنسبة الاعدام الكموني اولا هو الكموني ارتكب الواقع في ستة واحد الفين وعشر اه وصدر عليه حكم الاعدام بعد ما بيصدر عليه حكم الاعدام النيابة بمقتضى القانون بتطعن على الحكم بالنقط ليه؟ لان ده اخر مرفع يعني رغم النيابة هي اللي بتطلب بالاعدام لو اهليوته ما تطعنوش بالنقط هي انها بتطعم بالنقط عشان تأكد ان الراجل ده ياخد حكم الاعدام نعم بعد ما لو محكمة النقط لقت ان الحكم جائز ومزبوط تمام لان محكمة النقط هي اسمها محكمة المحاكم فبيرجع الولاء للسيد النابي العام السيد النابي العام بيبعثوا الرئيس الجمهورية او المشير في الوقت ده وبعد ما المشير يعمل هذا الموضوع يصدق عليه صدق على الحكم وبيرجع على مكتب السيد النابي العام بييجي طبقا للقانون وقانون مساحة السجون مساعد الوزير لقطاع مساحة السجون هو المسؤول عن تحديد معاد الاعدام ساعته ويومه بس ألزم القانون ان انا اخطر الجهات الجهات اللي هي ايه؟ مكتب السيد النابي العام عشان ينتدب لي احد السادة الرؤساء النيابة يحضر الاعدام الطب الشرعي عشان ييجي الطبيب الشرعي الوعز ان كان مسلم او مسيحي عشان ييجي يحضر الوقت الاعدام مأمور السجن باخطره بييجي مندوب من مصاحة السجون من عندي ومندوب من وزارة الداخلية اللي هو ممثل مدرية الامن اللي هو فيه فانا جالي الورق يوم تلاتة عشر تلاتة عشر كان بعديها موافق اجازة بتاع ستة اكتوبر فقلت انا مش هعدم في يعني يوم عند قدامي بقى التلاتة والاربعة وبعد كده الخميس اجازة والجمعة اجازة والسبت بداية الاسبوع والحد بالمناسبة بالنسبة للاخوة المسيحيين والصلاة الكنيس قلت تحدد يوم الاثنين حضرتك اللي حددت يوم الاثنين حتى يمكن يسمعنا على الهوى احد المشايخ اللي انا على علاقة به كانت تحضرنا اياه مش قادرة اكمالها فروحت متصل بيقلت له يا مولانا ايه تكملة الاية اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله اجلا اه او اجلا فقال لي رحمة اكمل للآية نعم فاكمل للآية روح تكاتبها على البتاع في بدايتها وهي في سورة الا عمران رقم 105 ربيع المهم هو روح تكاتب ان يتحدد يوم عاشرة عاشرة اللي هو الموافق يوم الاثنين نعم اعدام فلان الفلان الساعة سبع صباحا نعم وعندي الجهات اللي عندي تختر الجهات تحرر لمكتب السادي النابي العام يوم 13 الورق صدر عنده 14 في مكتب السادي النابي العام ان تحدد يوم 10 عاشرة اعدام الكمون جات الاحداث في يوم الحد يوم الحد يوم الحد وبعدين الاحداث لم تظهر لنا ولا غيره غير الساعة 11-12 طب انا لو في حاجة في اعدام الكمون يتكون رد فعل وعشان خاطر انه هم حصل الاحداث بتاعت ما سبيره ما كانش تتضح الامور نعم وازاي هنقدم في واحد في وسط الخضام الاحداث دي لا الاعدام ده من اختصاص بيبقى فيه خطوات بيبقى فيه خطوات بتحصل لغاية خالص على الاطلاق لا له علاقة بما حدث في مسبير ولا غير مسبير سيد لو انا نفسي اسألك السؤال ده من زمان تحت ام يعني هو بناء على ايه السجون بتقول انه بنتلعوا حصن سل بناء على ايه انه اصل حالة الصحية فنتلعوا يعني بناء على ايه وليه دايما بالمناسبات يعني مناسبة 6 اكتوبر يلا انه نطلع حصن سجين هو فيه حاجة معينة اه فيه حاجة اسمع عندنا احنا عندنا المسجون بيتمتع بحاجات معينة كتيرة ليه تشجيعا له على الاقامة على الاقامة الكويسة اه معدم مخالفة اللوايح بتاعت السجون نعم عدم حدوث شغب عدم حاولة هرب عدم تهريب حاجات في داخل السجن كل الامور دي بتؤدي الى انه هو يبقى حسن السير والسلوك لكل مسجون ملف بيثبت فيه كل ما يرتكب المسجون وكل ما هو حسن للمسجون المسجون ده بعتبره كمجتمع كامل بيراع من كافة الامور فاذا كان هناك بعض القضايا الحكم صدر فيها بحكم سي معين اي حكم ست سنين سيج والمسجون ده كويس وفي جريمة ما هياش ذات خطورة معينة فبيجي يصدر في المناسبات والاعياد الرسمية للدولة قرار بالعاف من رئيس الجمهورية او من الساد المشير حاليا ده على مستوى كل سجون مصر على كل سجون مصر وبيستسنى بعض المواد انه ما يفرجش عنه يعني زي جلب المخدرات اللي قاتل بسلح ناري الحاجات اللي زي دي كلها تمام سادة اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية اللي قطعه مصلحة السجون نهار حررتك سعيد يا فندم وبنشكر حررتك على الإضاحة وكان اللف العوم ربنا السرعة معاكم ان شاء الله ونقول لمصر ربنا يجعلها دايما في تقدم وبعد عنها حضرتك نورتنا انا بس من شوية كانت كنت في فقرة الصحافة سؤال صغير جدا انها الفقرة خلصت قيل في الصحافة ان اللواء البطران قتل برصاص الداخلية تعليق حضرتك في كلمتين في كلمتين سبب قتله كما قيل هروب لتهريب المساجين اللي هو وقف لعدم هروب المساجين لعدم تنفيذ أمر له بهروب المساجين تمام لم يصدر هذا الأمر عظيم ثانيا ان لم يهرب من السجن رغم ان هو أصيب ونقل في السيارة وهو مصاب نعم لإسعافه تمام ولكن لم يهرب مسجون وهرب من المساجين الآخرين ساتي اللواء شرفتنا يا فندم شكرا جزيلا لحضرتك نشكر حريفاك يا فندم ومشاهدين نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ملف اللواء محمد البطران الفقرة اللي جاي تابعونا شكرا جزيلا لنشكر نطبق شكرا جزيلا لنشput میشيروا لنشاهدين شكرا جزيلا لنشاهدين